بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله علماً ويندفع به أخواتي بيقولوا غلطة الشاطر بألف وصحيح وصحيح وسبحان ما من لا ينسى زمانه بتسألوني كتير انه عندي ذكار فاشتغلته صاري يلف من طوارفه شو لازم أنا أعمل أنا شو قلكن قلكن دايماً ساولوا ريب بداية أوله بالبداية وبالنهاية الريب شو هو إما بتريدي تساويه بليس سي أو بتريدي تساويه الغرزة المرينة الغرزة المرينة بتحب الدلال وعلمتكن ياها انه بتحب الدلال بتشتغلي بترجعي بكل أربع خمس دوار بتعطيها دور إضافي شو معناته صار فيه استهلاك بالخيط الزيادة ليش لأنه الغرزة المرينة بتكش لفوق بتكش لفوق البليس سي بيكش هيك يعني بيضب هيك المرينة بتضب من فوق لتحت أفوقي وعامودي مشاق نحكي بالكلام المظبوط أنا وقاعدت بنفس القصة ولذلك أنا هلأ رح أعطيكم بهالفيديو هاد نوع من التريكات أو نوع من الشغلات الخرج إنه نتلاعب عليها قبل ما كرة أنا لأنه الشغلة إذا كانت معاجبتني ما بحسن بيستمر فيها أنا حبيتها لهاللفحة هاي هاي لفحة سكارف كوفية شو بتقولولها شو بتسموها على كيف كون بالنسبة إذي أنا اشتغلت اشتغلت نفس المبدأ تماما تماما أخواتي لاحظوا أنا اشتغلت نفس المبدأ بديته بالدائر عطيته شوية مرينة مشان ما يلف من الدائر وابتديت خمسين غرزة على أبرة نمرة خمسة أنا خيطي بيتحمل الأربعة ونص تماما عطيته على نمرة خمسة لقيته ضب زيادة بصراحة لقيته ضب زيادة قمت عطيته على الخمسة وربعة مو خمسة ونص خمسة وربعة عندي أبرة أنا خمسة وربعة تماما أطلعت فيه لاحظت هلا شوفي أنا شو عملت أنا عملت ريب مثلا أنا بنصحكم دايما شوفوشت이하نا عملت ريب أول وحدة سحبة ثاني وحدة مقلوبة ثالث وحدة عدة تمام بعدين جبت أربعة غرز مقلوب بيجينا هاي الغرزة الباردة تعرفوا الغرزة الباردة هي بتدخلو فيها الغرزة من تحت تمام رجعنا أربعة رجعنا وحدة بتدخلو فيها من تحت الغرزة الباردة علم سابعة الريب الإنجليزي أخواتي تمام قفوا لي حتى ما يعود يهز قسمت الغراز بحيث أنه أنا عندي من هون ثلاثة بيجي أربعة المفرد هذا الأربعة المقلوب وحدة أربعة غرزة بارزة أو تبعية الريب الإنجليزي وهكذا خلاصة بعد ما اشتغلت فترة ولا لقيتها صارت الضب بصراحة أنا نقهرت لأنه أنا صرت شاغلة تقريبا بحدود الشبرين وحدود الشبرين للشغل مو قليل بقى أنا شو عملت هلأ علقت الشغل على خير وقلت بدي جرب معاكم تذكروا أنا جاوبت وإحدى الصديقات جاوبتها قلت لما دام خلفت وما بديك تكرية جربي إحدى صريقتين إما ساوي حبكة التريكو أو ساوي الحبكة بالكرشة أهم شيء أهم شيء بديك تجيبي إبرة نمرتها كبيرة يعني مثلا هلأ أنا هون شو عندي أنا عندي إبرة كروشة خمسة ونص أخواتي إبرة كروشة خمسة ونص شو بنعمل راح أجربها معاكم هلأ إذا زبطيت زبطيت بتابع الكوفية أو السكارف بتابعو ما زبطيت بديكرة بس عم بعطيكم حلول مشا إذا كنتي مخلصة على الخالص تجي تلاقي حل لهالقصة يلا فصردي هلا أنتي مخلصة أنا هون علقت على خيط مشا ما تضايقني سنارة شو بنعمل نجي من هون من الأول غرزة هم هلا بنشتغل كروشة يا بنا عطي دي ما بتاعي في شغل كروشة نصيحة 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 تعلمي تعلمي والله ما في أحلى من العلم أول غرزة هون بس شو بنا ندخل بنا ندخل بمنتصف شوي منتصف هذا الريب الريب السميك تبعيتنا نحنا مو عنا ثلاث غراز عنا ثلاث غراز هون بلشنا هون واحدة سحبة واحدة مقلوب واحدة عدلة بدنا ندخل بالمنتصف بهاي الغرزة ندخل بالمنتصف يلا بنشتغل هلا غرزة حبكة كيف بتصيغ غرزة الحبكة هيك بتسموها أنتو سلت بتسموها ما بعيد شو بتقولولها أنا بتسميها عمودة صغير عمودة أصير بسميها شايفيه متل غرزة الحبكة هيك أنا هيك بعمل شوفوا شايفيه أنا وي عم بتخل أنا عم بتخل هون بس بشرط الأبرة كبيرة أخواتي مشان يكون المسافة مو كل غرزة لاحظي شلون مو كل غرزة غرزة إيه غرزة لا مثلا هاي الغرزة ما دخلني فيها لا أنا بجي بيلي بعدها أنا عندي قبرتي أكبر هاي القبرة أكبر يلا نجي بدخل بشتغيل بشتغيل غرزة الحبكة هاي نصحتها فيها لأحد الصديقات بوقتها على جروب من الجروبات قلتلا بتدخلي فيها لجوة ادخلي لجوة مشان تشوفي بيظل بتحافظ على طرف السكارف أو اللفحة ما بتلف هلا رح أشتغل أنا بياكن شوي بس شفتيها ضبت هيك ضبت كتير كتر الغرز ماشي نحن هلا عم نمشي غرزة إيه غرزة لا لاحظي هاي الغرزة اشتغلناها هاي لا آي إيه لكية ها نشتغل وخلي إيديك رخوة ما بدنا نشدها لأنه هي بالحساء يعني بالأصل هاي غرزة الحبكة هي بتشد لحالة هي بتشد أخواتي لاحظوا معاي هاي غرزة اشتغلنا هون ما منشتغل هاي منشتغلها يلا هاي بسموها الحبكة بالكروشي نصيحة أخواتي نصيحة نصيحة تعلموا الكروشي حتى لو سلسال حتى لو غرزة حشو حتى لو عمود طويل أنا بقول عمود طويل أنتوا بتقولوا غرزة بريد تمام شوفوا أخواتي بتحافظ عليها شوفوا شلون ما عادة تلفت تبهتوا شوفوا شلون وقفت وقفت ما عادة تلفت راح أجرب معاكن كمان شوي تانية هلا هون من هون شوفوا شلون عم تلف عم تلف لما بديها تلف يا ثرى أنا بيروح شي غري كله ولا بحسن ساوينا بهالطريقة شوفوا عالوجه شلون طلعت طلعت حلوة الغرزة ها نحنا شو بلشناها بلشناها عالقط المقلوب يلا منتابع معاكن الكروشي بعدين نصيحة أخواتي قبرت الكروشيك مش هي متل الألم هيك مش هي هيك متل الألم لا تك مشي هيك مسكت الغرزة مسكت القبرة هي كثير إلى تأثير كثير إلى تأثير بشكل الغرزة نصيحة تعلمي تعزبي شوي معلش بس تعلمي كمشي قبرت الكروشيك متل الألم هيك كأنك عم تكتبه كتابة وهذا الخيط هيك خليه معاك شوفي هاي غرزات هاي الخيط بتجيبي بتعملي هيك يلا هلا منتابعوا شوي يعني في ناس بيدفوا هذا بيدفوا 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 بيلبيك لا نعمل هيك الصعتنا هي إصبعها هيك بناخدها هيك الخيط أريحنا يلا مرجع كمان منعيد يلا بدنا نجرب بدنا نشوف بدنا تروح اللفة ولا ما بدنا تروح نحنا وين عم نشتغل عم نوصل للغرزة الثالثة أخواتي محل ما عم ندخل فيها الغرزة بالدائر يلا بنرجع كمان ها بنجرب يلا اللي بعدها مثل ما عم قللك لا تكتري غراز بيطلع معاك منظر مو حلو مثل إيه ضبت اشتغلي غرزة زيادة أنا شايفته كثير مستقم وشايفته كثير كويس معاي هذا الوجه شوفيه بالوجه ما أحلى شايف شفون طليع عطاكي منظر حلو نفتحها لنشوف نفتحها نشوف نشوف الكوفية كيف صارت شوفوا كيف صلعت وقفت ما عادت فيه مالي تبهتوا إذن هذا حل هذا حل هو حل إنك غرزة الكروشة بس بشرط الإبريك أنت عم تشتغلي على الخمسة خمسة ونص جيبي إبري خمسة ونص ستة معليش معليش أخواتي لا تدعلوا تعطي منظر للكوفية جميل وبنفس الوقت أول ما بتبلشي شغلك تبلشي على المقلوب هيك هون هالمقلوب هذا نحنا المقلوب عنا هذا نحنا الوجه هذا مقلوبنا نحنا تمام فيك تكفيه هيك للنهاية ما بتعود بتلف تمام إذا لقيت حالك لسا تعم بتلف معاكي إدخلي بغرزة الكروشة إدخلي لتحت كمان غمئيلة لتحت يعني برجع بقلك ياها نحنا كنا عم ناخدها مندخلها بهي الغرزة شايفين نحنا عم ندخلها هون بهي الغرزة غمئي جربي الواحد اللي بيجرب مشان مايكر تعبو يروحو نحنا هون كنا عم ندخل خلينا ندخل هلا مندخل هلا مندخل أكثر منجرب أنا بصراحة بدي فكة لأنه ما بحسن بشتغل شغلة وبلاقي قدامي هيك في شي بدامي لساتني مالي كتير شغلة معلش لاحظي سؤال قدش كترته كترت المسافة وبإلا أنا الستة اللي سألتني إلا غمئي الغرزة لجوة أكثر على كل حال شو فيه خليل كريمة إذا كنتي مخلصة وما بدك تكرية هاي الطريقة ممتازة شايفين ما بيعود بتلف هو شو الأصول الأصول إنه إحنا يكون عنا ثلاث غرز من هون ويجينا غرستين بس من هون مو أربعة لازم الأصول يجينا غرستين فقط لا غير مقلوب هذا الأصول هذا الأصول الشغل بحيث إنه ما بيعود بيلف وهون بيشتغل أنا شغلي العادي بساويها مثلا بدل ما يكون ثلاث غرز ساويها أربع غرز بليسين بهذا الطرف هلأ جرب معاكم الطريقة الثانية بنجيب إبريل نمرة ستة هلأ بدنجيب هلأ بدنساوي حبكة تريكو تمام هلأ تعلمناها هاي شفناها تمام ما رح نكرى رح أخلي لك ياها مش هنضل معاك لآخر الفيديو هلأ ما رح أكرى بكة تريكو من الطرف الأولاني من الطرف هاد ماشي يلا لجيب خيس يلا جيبت خيس أخواتي أنا على الأفهة عم بشتغل على الأفهة بدك تمتبهي لهالموضوع أول غرزة بدك تاخليها تسحبيها بالأبرس الكروشي أو تحطيها تحشية بالأعادة ما بتفرق متل ما بدك متل ما بدك بيصير يلا المهم إنه بدنا أول غرزة نحنا يلا ما بقى بدنا ياها هاي الأبرة منجيب الأبرة رقم ستة أبرتنا رقم ستة بما إنه عم نشتغل على الخمسة وربع منجيب الأبرة رقم ستة يلا بدنا نسابي حبكة تريكو شتران حبكة تريكو يلا ها دخلنا نشتغل شغل عادي يلا ها بنلقص غرز بنلقص غرز بدنا نغمق إيدنا تمام نغمق إيدنا نحنا أصدن مشان إيش هلا هون عنا غرزة سنتين نحن بالثالثة بدنا ندخل بالثالثة مشان يتقول بمعانا الشغل هذا بيسموه حبكة تريكو يلا قل لي بعدها مو غرزة غرزة مو غرزة غرزة ها عم قل لك غرزة إيه غرزة لا صار صعب لأنه بتضل أبرة تريكو أطول من أبرة الكروشي يلا نشتغل هيك منزيد يلا ها إذن نحن شو أخدنا هلا أخدنا دخلنا بالغرزة التالتة نحن مساويين ثلاث غرز عالطرف إن شاء الله يكون بس واضح عليكم ها مقفو لا أرفعها ها هيك هلا هون شو في أليل هذا الأليل ما بدنا يا الأليل بدنا لكتير هون عدد الغرز وحدة إيه وحدة لأ وحدة إيه وحدة لأ مثل ما عملنا بالكرشي إخواتي لاحظي هلا هون دخلنا ها هلا هون ندخل نخنا ها هيك يلا اللي بعدها ها ندخل يلا اللي بعدها حبيت بس مجرد طرح حلول في حال أنت كنتي خالصة الكوفية تبعيتك أو السكارف أو اللفحة حي يلا اللحشة بيقولوا لحشة لفحة حي يلا ها شايفين دخلنا هلا البعده نجي للي بعدها يلا ادخلي المهم غمي المسافة تمام يلا هلا ما رح نطول مشا ما عايك تقول علينا الفيديو بس ما عليش لازم نعطيها شوية مشا نشوفه بديت أولاب ولا ما بديت أولاب هذا اسم حبكة التريكو هديك حبكة كروشي يلا ها هلا نحنا هون عم نلقص غراز نلقص غراز غرزة ايه غرزة لا معانا إبرة نمرة ستة انتبهي لهالموضوع وقت بيكون معاك إبرة أكبر بدك تبعدي بين الغراز نمرتك أصغر بتقربي بين الغراز بدنا ننتبهي كثير لهالموضوع يلا خلصنا هلا حاجة هذا حاجة هدول تمام؟ لك هو شوفوا هلا من هون هي عم تلفت نحنا شوفوا شو عملنا أخذنا هذا أخذناه يلا ها ما بديت شي شغل عادي نعمل بدنا نجرب بدنا نجرب هالطريقة هالطريقة أنه هو اللي تثبط معنا بدنا نعتمده وبعد سائل سبعي تيكر الشي بيطلع معنا أحسن يلا شغلي هاي اشتغلنا هاي وحدة تنتين ننختم نرجع نشتغل وحدة وهي الثانية نختم نشتغل وحدة نختم نشتغل نختم نشتغل حبكة تتريكو عبارة عن زور لقطة زور ختمة هاي هي حبكة تتريكو أخواتي معنا يلا ما منخسر شي يلا تقريبا نصلنا للنهاية هاي آخر غرزة بعدة تلف أبدا نها أخواتي لاحظوا ما بقى تلف شوفوا شلون بتوقف هون هاي تبع الكروشي تمام هون كروشي من هون شوفوا شلون كمان وقفت وقفت لأنه زدنا عدد الغرز من هون ولكن نصيحة نصيحة إذا أنت لسا مالك مبلشي ومالك مشتغلة عملي متما أنا هلأ بدي كر واشتغل من أول وجديد شو بعمل بساوي أربع غرز من هون بساوي أربع غرز بدل ما ساوي بس ثلاثة بساوي أربعة أربع غرز بليسي سحبة مقلوبة عدلة مقلوبة عدلة السحبة ما منحسبها نحنا أول غرزة ما منحسبها منساوي معناته مقلوبة عدلة مقلوبة عدلة بتساوي بس سنتين الفرق أفكر البداية خمسين غرزة الخمسين غرزة عطاني عرض مناسب جدا جدا لل لفحة للسكار حبيت بس عطيكم بهذا الفيديو اقصي راحين مشان انتي اذا بدت تريدي ما تكرية أو انهيتي شغلك وما بدك تتعذبي وهون مثل ما عم قللك هاي غمئية هاي تبع الكروش بدل ما تسدخلي لهون تدخلي بعدها تدخلي بعد هاي ما علي ما بيأثر طول ما قلنه قبرتك هاي أكبر من شغلك معلش معلش غمئية تساوي فيها بتساوي دور حبك وهذا هون مثل ما شفته كمان ساويت لكم ياها حبك بتتريكو هاي حبك بتتريكو يعني هاي مجرد الشاين الواحد يتلاف الأغلاط يدي بيوقع فيها بأش أشغاله بتأمل إن شاء الله كون أنا أفدت كون ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك وآهلا وسهلا فيكم اشتراك